السؤال هو المسافر سواء طالت مدة إقامته أو قصرت هل الأفضل في حقه أن يؤدي السنة للقواتب أم يتركها باستثناء السنة للقجل أولا يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافع ما عدا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء ثلاث والباقي يفعل كل شيء فإن قال أنا أحبنا أن نتطوع قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء قلنا لا مال تطوع لكن بغير نية الراتبة نية النفل المطلوب نعم